كأنه ولي حميم لماذا يا رب لم تقول ولي حميم لماذا لم تقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولي حميم لماذا تقول كأنه تشبيه قال كأن الله يقول لي على الأقل يستحي على حاله يخجل على نفسه لما أنت تدفع بالتي أحسن حتى وهو يكرهك يتظاهر لك أنه صديق كأنه ولي حميم لماذا خجل على نفسه أن يؤذيك خجل على نفسه أنه دائما يقابل بالحسنة أنه يقابل بالكلمة الطيبة فخجل على نفسه فالله عز وجل قال كأنه ولي حميم يعني أنت الله يريد أن يرسل لك الرسالة لا تطالب الناس بحبك لا تطالب الناس بحبك لن يحبوك أصلا جل الناس لن تحبوك نبي صلى الله عليه وآله وسلم من صادق أمين لكاهن مجنون صلى الله عليه وآله وسلم فالناس لن تجمع على حبك ولن تجمع على كرهك لو كنت شيطانا ستجد من يتبعك لو كنت شيطانا ستجد من يتبعك لو شيطانا كنت فهذا ليس من قياس لكن الله يريد أن يوصل لك رسالة على الأقل اجعله يتظاهر أنه صديق لك بحسن خلقك كأنه ولي حميم فما الذي يساعدك على هذا التغاضي نصف العافي لن تستطيع أن تمسك سيفا 24 ساعة تقاتل الناس ولن تستطيع أن تبقى تمسك درعا 24 ساعة تدفع الناس لكن وازن وقارب وسدد وتكلم إن تكلمت اجعل الناس يستمعون لك كلام عقلاني وإن صمت اجعل الناس ينتظرون كلامك